المتحدة من اتفاقية المناخ بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب الرئاسة في شهر يناير القادم مشاهدين معنا هنا في الستوديو مراسل بي بي سي للشؤون التكنولوجية محمد طه مرحبا بك محمد بداية ما هي التحديات التقنية التي تواجه التعامل مع قضية تغير المناخ يعني من ابرز التحديات التقنية هي الاستخدامات المتزايدة للتكنولوجيا واعتمادنا الكبير على التكنولوجيا ومن ابرز هذه الاعتمادات حاليا هي الذكاء الاصطناعي طبعا الذكاء الاصطناعي يحتاج الى قدرات هائلة للعمل الاجهزة تحتاج الى قدرات هائلة للعمل وايضا قواعد البيانات تحتاج الى قدرات هائلة للعمل هذه القدرات تحتاج الى طاقة لتعمل ما الذي سيستخدم لتشغيل هذه الاجهزة وقواعد البيانات هل سنعتمد على الوقود الأحفوري مما يزيد من مشكلة التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة أم سنلجأ إلى الطاقة النظيفة وما هي التحديات التي تواجهنا للتحول للطاقة النظيفة وكيف يمكن أن نستخدم الذكاء الاصطناعي بما يوفره من قدرات كبيرة في تعزيز وتسريع عمليات التصنيع الخاصة بالطاقة النظيفة يعني كيف يمكن أن يساعدنا الذكاء الاصطناعي في تسريع تصنيع مثلا الواحي الشمسية في استخدام الهايدروجين في الوصول إلى طاقة نووية وما شبه ذلك فالتحديات التقنية يعني أجهزتنا التي نستخدمها واعتمادنا على الكلاود ووضع صورنا وارسلنا الإيميليات كل هذه الأمور تحتاج إلى طاقة هائلة هذه الأمور تمثل تحدي كبير فيما تعلق بقضاء التغير المناخي طيب هل تحقيق أهداف القمة لا تزال بعيدة للمنال؟ بالقطع حمدان لأن كل الأمور التي تحدثنا فيها أمور تحتاج إلى دعم سياسي وتحتاج إلى رغبة سياسية وقدرة سياسية وتحتاج أيضا إلى فعل تقني وفعل على الأرض بالنسبة للدعم السياسي نشاهد الرئيس الأمريكي غير حاضر الرئيس الفرنسي غير حاضر رئيسة المفوضية الأوروبية غير حاضرة معظم الزعماء العرب مشغولون بالأزمة في غزة والأزمة في الشرق أوسط في قمة الرياض إذن هناك عدد كبير من الزعماء غير حاضرين عن غير متواجدين فلا يوجد الدعم السياسي كما أيضا الدعم التقني أمر صعب للغاية والمشكلة أن الهدف الذي ترغب هذه الدول الوصول إليها ما تم الاتفاق عليه في اتفاقات باريس وهو عدم وصول درجات حرارة الأرض لارتفاها عن درجتين مئويتين هذا العام بالفعل ارتفعت درجة حرارة الأرض بمقدار درجة و54 من مئة وهو أمر يدق ناقص الخطر أن هذا الهدف ربما يكون صعب المناة شكرا جزيلا لك مراسل بي بي سي لشؤون التكنولوجية محمد طاحا هذا وقال سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أن المساعدات التي تقدمها الدول الغنية للدول النامية لمساعدتها في مكافحة التغير المناخي ليس عملا خيريا ليس هناك دولة محصنة لذا دعونا نتخلى عن فكرة أن تمويل المناخ هو عمل خيري إن خطة تمويل جديدة للمناخ هي من مصلحة كل الدول بما في ذلك أكبرها وأكثرها ثراء معنا هنا في الستوديو مراسلة بي بي سي لشؤون الاقتصادية سارة فياض مرحبا بك سارة يعني طبعا يبدو أن قضايا التمويل تحت المساحة كبيرة على أجندة اجتماعات هذا العام ماذا في التفاصيل؟ طبعا حمدان ومن المنتظر أن تتفق البلدان المجتمعة في باكو هذا العام على إطار عالمي جديد لتوفير الأموال التي تحتاجها الدول النامية من ناحية لمكافحة تداعيات التغير المناخي عليها ومن ناحية أخرى لمساعدتها على الانتقال الأخضر أي وقف أو تخفيف انبعاثات الكربون من هذه البلدان لأن الاتفاق الموجود تنتهي صلاحيته البلدان النامية تريد زيادة مبلغ المئة مليار دولار سنويا والتي تقدمها البلدان الغنية للبلدان النامية وهذا بموجب اتفاق المناخ الموقع في كوبنهاجر عام 2009 هي تريد أن تزيد هذا المبلغ إلى تريليون دولار سنويا إذن زيادة كبيرة جدا وتريد أن تقوم الدول الغنية بتقديم هذا المبلغ بنهاية أو اتفاق على تقديم هذا المبلغ بنهاية مؤتمر المناخ هذا العام بالطبع هناك خلافات كبيرة بين الدول حول حجم هذا المبلغ ومن هي الدول التي ستقوم بتقديمه إذن كما نرى على الشاشة تريليون دولار هذا هو المبلغ الذي تريده البلدان النامية مقارنة بمئة مليار دولار تقدم سنويا حاليا منذ عام 2009 طيب بالطبع سارة يعني عودة الرئيس المنتخب دونالد ترومب إلى البيت الأبيض تزيد من المشهد تعقيدا خاصة وأنه مشكك في قضايا تغير المناخ وسبق له أن انسحب من اتفاقية باريس للمناخ في ولايته الأولى هل هناك قلق حقيقي في هذه القمة من مستقبل وضع الولايات المتحدة فيها؟ بالفعل حمدان كما أشرت هو انسحب من اتفاقية باريس للمناخ في ولايته الأولى ويهدد أنه عندما يعود إلى البيت الأبيض مرة أخرى سينسحب مرة أخرى من هذه الاتفاقية هذا يعني أن أي ما يوافق عليه المفاوضون الأمريكيون في باكو هذا العام هو سيكون موضع تساؤل وتشكيك لأنه حتى لو التزموا بتقديم مبالغ معينة أو التزموا بإجراءات معينة أو التزامات معينة على الولايات المتحدة فمن غير المؤكد أن ترامب سيوافق على هذه الالتزامات وسيمضي قدما بها وهذا يطرح تساؤلا كبيرا عن وجود فجوة مالية كبيرة يعني نحن الدول النامية تريد زيادة الرقم بشكل كبير وهناك معارضات لهذا الرقم والآن مع غياب الولايات المتحدة أو الغياب المحتمل للولايات المتحدة عن تمويل المناخ هذا سيضيف عبئا إضافيا الخارطة التي نراها أمامنا على الشاشة حمدان هي تظهر الدول التي عليها أن تقدم الأموال للبلدان النامية لمساعدتها في مكافحة التغير المناخي وكما ترى معظم هذه الدول تقع في أوروبا يعني البلدان الملونة باللون الأحمر هي الدول الغنية بالضبط وهذا طبعا هو الأطار الذي تم الاتفاق عليه عام 1992 إذن قبل سنوات طويلة حوالي 22 عاما نتحدث أكثر 32 عاما وهذه الدول أغلبها تقع في أوروبا وفي أمريكا الشمالية لكن هذه الدول تقول أن الواقع الاقتصادي للعالم اليوم مختلف تماما عما كان عليه الحال عندما تم اعتماد هذا التصنيف عام 1992 وهي ترى مثلا بأن اقتصادات تصنف على انها اقتصادات نامية مثل اقتصاد الصين وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم عليها أن تسهم كذلك أيضا اقتصادات الدول الخليجية النفطية والتي يمكن القول أنها تسهم في البيعاثات الكربون وفي التغير المناخي في العالم هي تصنف دول نامية من حقها أن تستلم أموالا لمساعدتها على مكافحة تغير المناخي الاتحاد الأوروبي يقول أنه لن يفكر في رفع مبلغ المئة مليار دولار إلى أي رقم آخر ما لم يتم إعادة النظر بهذه الاتفاقية أو بهذا التصنيف لمن هي بلدان غنية ومن هي بلدان نامية هناك البعض يقول أن القطاع الخاص يمكن له أن يسهم في سد الفجوة التي ستنجم إما من الخلافات أو من الغياب المحتمل للولايات المتحدة لكن حتى هذا الأمر يواجه اعتراضات البعض يرى أن القطاع الخاص معني بالربح وأن أيما سيقدم وسيكون قروضا تثقل كاهل الدول النامية أكثر مما هي مثقلة بالديون إذن خلافات كبيرة ويجب أن ننتظروا وحتى الدول لا تلتزم بمقررات القمم السابقة لعدم وجود آلية تلزم هذه الدول لتطبيق مقررات القمم هل يمكن البحث في ذلك الآن في هذه القمة هل من تحدث عن ذلك أم ستبقى الأمور حبرا على ورق كما يقال هذه واحدة من المآخذ على مؤتمرات المناخ ليس فقط هذا المؤتمر وإنما المؤتمرات السابقة حتى وإن كان هناك من طرح هذه الفكرة المشكلة أن الموضوع هو مرهون بموضوع التوافق وقبول الدول وإقناعها بأن الخطر التغيير المناخي كما شاهدنا في خطاب الأمين العام لمؤتمر المناخ أن هذا الخطر سيكون على الجميع وسيشمل الجميع وبالتالي هو يحتاج تعاملا على مستوى الدول العالم كافة وحتى الدول الغنية كما يقول لن تسلم وهو يعتمد الأمم المتحدة تعتمد على ترسخ هذه القناعة لدى الدول إنما فرض الأمور بالقانون أو سنقانون دولي يجبر الدول على تقديم التزامات قد يكون أمرا صعب المنال على الأقل في المدى المنظور حمدان شكرا جزيلا لك سارة فياض مراسلة بي بي سي للشؤون الاقتصادية شكرا جزيلا